من ضمن المسائل المحيرة الناس اللي قلوبها طيبة تشتغل في شركة مليانة أسفين وخباثة وكلام على الناس من وراء وحد بيتسلق على كتف حد عشان يترقى واستغلال فهيبقى متدايق متدايق إنه حاسس في مكان مش شبهه وساعاتها يبقى مش عارف يشتغل بص لا شك إن دي أحد أكبر اتلاقات الحياة خليني الأول أبدأ معاك بحديث سيدنا رسول الله أيها الحائر قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أي مجتمع أنت بتخشه أنا وإنت والمجتمع في بشر والبشر خطائين كله ابن قدم خطاء فأنت لو في مجتمع الشط المصيف البشر الخطائين هتلاقي منهم لابسين لبس مش حلو ده شكل الخطأ بتاع الشط لو بتلعب مطش كورة البشر الخطائين هتلاقي منهم اللي بيغش وبيجدب عشان يكسبك وبيكسارك في المطش ده مجتمع الكورة مثلا مجتمع الشغل البشر الخطائين هتلاقي منهم الخبيث واللي بيغتابك واللي بينافق المدير اللي بيسموها الcorporate politics سياسات الشركات شغل كده الناس المستقيمة ما تحبوش زي ما هتلاقي دول هتلاقي ناس دهب وصحاب العمر ويقف في كتفك ويساعدك في شغلك وينصحك نصيحة من خبرته ورح خد كورس بعشرات الألاف من الجنيهات يعلمه لك ويبقى معرفتهم دهب جنب الشخص ده في نفس المكتب هتلاقي واحد تاني زي ما النبي قال فيهم يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب لابس من بره كأنه حمل وديع وقلبه قلبي ديب يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب فيهم طمع لا خوف فيه يشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام حسك أنت إزاي عينك قوية وانت بتغتاب واحد كان لسه قاعد معا أنت عارف الإحصائية بتقول أن في كل شركة من الشركات فيه اتنين متخصصين في الأسفين اتنين متخصصين في أنه ينافق المدير اتنين من كل عشرية 20% المتخصص أنه يروح للمدير ويأزي زميله لما تقابل الحاجات دي هي دي الحياة هي دي الحياة طبيعية أن يكون فيه الدهب وفيه الفلسط ما تتصدمش أقولك تعمل إيه عشان ما تحترش رقم واحد تمسك أوي 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 بمبدأك الخباثة والزنب والتسلق على الأكتاف ده موجود اوعى النوعية دي من الناس تفقدك مبدأك خليك زي اللي سيدنا النبي قال عليه القابض وعلى دينه كالقابض على الجمر شيء مؤلم أنك تتمسك بمبدأك لما يكون حواليك بعض الناس اللي مش كويسين وخلي الناس الطيبة اللي في الشغل دول في عينيك لأنك لما ترزق ناس محترمة في محيط بتقضي فيه أغلب عمرك دول نعمة كبيرة قوي من ربنا اوعى تأثر في حقهم واخدمهم بعينيك حاجة تانية اللي هقولك عليها عشان ما تحترش لو حواليك خباثة كتير ومش عارف تشتغل بطريقة في الجو ده زي ما انت ما تنجرفش للخباثة دي وركز في شغلك والمديرين الأسوياء بيبقوا فاهمين كويس قوي مين اللي بييجي عصفورة كده يقول له الأخبار ومين اللي بيجذب ومين اللي بيدلع ومين الستريت راجل اشتغل ولازم تبقى عقدتك الآية اللي في صورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيعوا أجر من أحسن عمل لازم تبقى مصدق ربنا فمشي صح قدم تقريرك في وقته خلص المهمة اللي مطلوبة منك ركز ويعمل حسابك انه دي الدنيا هتسيب الشركة دي وتروح لشركة تانية هتلاقي بوليتيكس تانية وهتلاقي ناس طيبين دهب وناس فلسو بيدوء سفين وبيتخبفوا ده الطبيعي هذه هي الحياة تصدمش وإنت لسه طالع من الكلية ولا أنت عندك قيم وقلبك رائع ده الطبيعي حافظ على دول وإحمي نفسك من دول واحترم الجميع الخبيث والطيب احترم الجميع واخدم الجميع بس اقبض على دينك وبدأك كالقابض على الجمر وما تحترش كامل في شغلانتك ترجمة نانسي قنقر